المصدر الثاني الشرح الكبير للرافع الشافعي والذي مر معنا في الأسبوع الماضي في هذا المصدر في المجلد الثاني الصفحة مائتين وتسعين وعشرين يناقش هذه المسألة فيقول ثم الأفضل في شكل القبر التسطيح أم التسنيم ظاهر المذهب أي ظاهر مذهب الشافعي أن التسطيح أفضل وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله على حد تعبيره لعنهم الله التسنيم أفضل زين ما حجة قولكم يا أيها الشوافع أو الشافعية وما حجة قول أولئك الآن الرافع الشافعي يجيب يقول لنا نحن لنا في حكمنا أن النبي صلى الله عليه وآله سطح قبر ابنه إبراهيم وعن القاسم ابن محمد قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما على حد تعبيره مسطحة زين هذا قول إذن وهذا دليله وقال وقال ابن أبي هريرة إن الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم لماذا؟ لأن التسطيح صار شعاراً للروافض فالأولى مخالفتهم وصيانة الميت وأهله عن الاتهام بالبدعة ومثله ما حكي عنه أن الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعاراً لهم فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم ما معنى هذا؟ معناه أن ذنب الشيعة الرافضة هو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله تمسكهم الحرفي بها بحيث تصبح لهم شعاراً الشيعة حين يدفنون موتاهم يسطحون قبورهم عمل بسنة النبي الشيعة حين يصلون الصلاة يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم حتى في الصلاة الإخفاتية تجدنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم نخفت الحمد لله رب العالمين لماذا؟ لأن هذه هي السنة الشيعة تجدهم يتختمون باليمين لماذا؟ لأن هذه هي السنة تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أنتم تقولون نحن أهل السنة يجب عليكم العمل بهذه السنة ولكن فقهكم يقول بخلافها يقول أن هذه السنة صارت شعارا للرافضة قد تمسكوا بها فالأولى مخالفتها أن ينقلب الحكم كما بيّنت لكم من السنة إلى البدعة كان تسطيح القبور سنة من النبي صلى الله عليه وآله يجعل من الآن بدعة لماذا؟ لأن الرافضة يعملون بهذه السنة حتى صارت شعارا له ما مرجع هذا الحكم؟ يقول لك الاستحسان طيب كيف لكم أن تبدلوا الحكم الإلهي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لك لأن النبي قال مع أنه ما قال بل هذا كلام عبد الله بن مسعود لكنه اتخذ أصلا ما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن تلاعب بالدين لعبة